تعرف الكلاب بأنها أفضل صديق لبن البشر ولكل كلب صفاته وميزاته التي يتصف بها اعتمادا على نوع السلالة فيمكن بسهولة تحديد قدراتهم وحدودهم فيما يتعلق الأمر بالعضلات وقابلية التدريب والسرعة والقدرة على التحمل وخفة الحركة وغيرها من الصفات في هذا الفيديو سوف نتعرف على أفضل عشر كلاب مدلبة ومنضبطة في العالم ولكن قبل أن نبدأ في هذا العرض لا تنسوا دوما الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد تتمتع كلاب المالينو بمستوى عالي من الذكاء والوفاء والطاعة لصاحبها وهي ذكية للغاية سريعة محبة للظهور نشطة جدا وتحتاج إلى التمارين وإلى شغل دائم يقظة جريئة وحريصة على التعلم وهي شريصة للغاية وعدائية في حال لم يتم تدريبها بشكل جيد ويعتبر كلاب المالينو شريصا من كلب الجرمان تمتاز بقدرتها على التتبع جيدة في التعامل مع الأطفال في حال تم ترويضها جيدا ولديها قدرة عالية على التعلم كلاب المالينو تساعد رجال الشرطة والجمالك للبحث والكشف عن المواد المتفجرة أو المواد المخدرة وكذلك تستخدم لمطاردة الفارين والمجرمين وهي جيدة لحراسة شخصية كما أنها تساعد في البحث والإنقاذ وهي كلاب جيدة للعيب ولممالسة الرياضة أيضا كلاب الروتوايلر كلاب الروتوايلر من الكلاب المطيعة والحريصة على العمل وتتفاعل مع مخطها مع يقظة كبيرة وهي من الكلاب الهادئة والواتقة والشجاعة ولكنهم لا يفسحون المجال أمام صداقات قوية وعشوائية ولدى كلاب الروتوايلر رغبة متأصرة في حماية المنزل والأسرة وبجانب كل هذا كلب الروتوايلر هو كلب ذكي ولديه القدرة على التكيف مع العمل ويحب كلب الروتوايلر أن يتصرف بطريقة مهرجة نحو العائلة والأصدقاء ولكنه أيضا يحمي أراضيه ولا يرحب كثيرا بالغربة حتى يتم إدخالهم بشكل صحيح ويجزب التدريب طاعة ونشأة اجتماعية جيدة كلاب البيتبول عليك أولا عندما تفكر في اقتناء كلب بيتبول أن تحدد سبب رغبتك في اقتنائه وتدريك أن تربية الكلاب بشكل عام مكلفة حيث يتعين عليك رعاية الأنثى الحامل وتحمل تكلفة زيارة الطبيب البيطاري بشكل مستمر وتكلفة الطعام المناسب وما إلى ذلك ثم بعد ذلك عليك أن تدرس القوانين الخاصة بتربية كلاب البيتبول في بلدك وهناك بعض البلدان تحضر تربية البيتبول بسبب شراسة وهناك دول أخرى تطلب من صاحبك البيتبول وضع كمامة على فمه أثناء التجول به خارج المنزل يعتبر كلب البيتبول من أكثر الكلاب قوة ونشاطا لذلك يجب تفريغ هذه الطاقة الكبيرة لديه عن طريق ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الممتعة بشكل مستمر اعتماد على طريقة التعزيز الإيجابي في تربية كلب البيتبول أي استبدال العقاب عند الخطأ بالمكافأة عند القيام بعمل جيد كلاب البيتبول عادة تكون عدوانية وغير لطيفة مع الكلاب الأخرى ويمكن السيطرة على هذا الأمر بتدريب الكلب على التركيز على صاحبه أثناء التواجد مع كلاب أخرى وعدم الانشغال بهم لا يتطلب كلب الراعي الألماني قدرا هائلا من التمارين اليومية ولكنه أيضا ليس سلالة مثالية لسكان البيوت الصغيرة أو مع الناس الذين يعيشون بمفردهم أو الذين يعملون لساعة طويلة ويعمل كلب الراعي الألماني بشكل جيد مع الأطفال ويستمتع بالمشاركة في الأنشطة العائلية مثل المشي والسباحة والتنزل وغالبا ما يكون كلب الراعي الألماني جزءا من حياة المزارعين بسبب ذكائهم العظيم ومهارات الرأي والطاقة التي لا نهاية لها كلب الراعي الألماني يمكن تدريبه على القيام تقريبا بأي مهمة محددة أمامه فهو ذكي وجريء وفي حالة تأهب دائم وحارص على إرضاء صاحبه وينبغي أن يكون اجتماعيا ويتم تدريبه منذ صغير وهذا يتطلب معالجا ثابت يعتقد البعض أن كلاب الدوبرمان تكون شرسة وعدوانية ولذلك يتم تربيته ليكون كلب حماية شخصية ويجب أن يكون كلب الدوبرمان كبيرا ومرعبا ويمكنه الدفاع عن صاحبه كما يجب أن يكون مطيعا ولا يهاجم أحدا إلا إذا تم أمره بذلك وهذه الصفات مهمة للكلب حتى يكون كلب حراسة شخصية أو كلب حروب أو كلب شرطة كما أن الذكاء عند كلب الدوبرمان يجتمل على مجموعة من الإمكانيات العقلية كسلوك الكلب في حل المشكلات والتعلم والاتصال وأثبتت التجارب المخبرية وتقييمات الخبارة أن كلب الدوبرمان هو أعلى سلالة الكلاب ذكاء كلب الدوغو الأرجنتيني كلب الدوغو الأرجنتيني هو كلب حراسة ممتاز والذي من شأنه أن يقوم بحماية العائلة بكل حماس هذا الصنف على الرغم من اشتهاره بالشراصة إلا أنه من المعروف أن يكون ممتازا في التعامل مع الأطفال ومع ذلك هو من السلالة الكبيرة إلى حد كبير وينبغي توقف الحذر حول الأطفال الصغار لضمان السلامة والبعد عن الحوادث أثناء اللعب ومن المعروف أن كلب الدوغو الأرجنتيني يحصل على علاقات جيدة مع الحيوانات الأليفة غير الكلاب من الضروري أن تبدأ مع هذا الصنف في التنشئة الاجتماعية من سن مبكر جدا يتطلب الدوغو الأرجنتيني قدرا كبيرا من التمارين في ممارسة الرياضة اليومية مثل المشي لمسافة طويلة لذا فإن هذا الكلب حاجة إلى مكان واسع ذو مساحة كبيرة للعب ولكن يمكن أن يعيش بشكل مريح في شقة صغيرة كلب البودل مثل كل الكلاب يتطلب كلب البودل للتدريب المناسب والتنشئة الاجتماعية من أجل أن تكون سعيدة ومعتدلة بشكل جيد لأن كلب البودل كلاب ذكية للغاية ويمكن تدريبهم بسهولة لأداء مجموعة متنوعة من الأوامر والحيال وسوف يتعلمون أيضا العادات السيئة إذا لم تكون متوازنة في عملية التدريب تأكد من أن كلب البودل الخاص بك يفهم دوره كحيوان أليم ولا عليك بتدليل كلبك أكثر من اللازم حتى لا يقوم بدور المفسد في منزلك الكلب لديه مستوى طاقة معتدل إلى عالي ويتطلب ممارسة يومية من التمارين كما أن إنشاء روتين يتطلب أنشطة المشي والمرحي مثل الألعاب للحفاظ على كلب البودل عقليا ويحفزه جسديا عندما يتم تربيتها بشكل صحيح فإن كلب البودل يكون رائعا في العائلات التي لديها أطفال يعد الحجم القياس من كلب البودل خيارا جيدا لعائلة لديها أطفال كلب البوردل كوري البوردل كوري يحتاج إلى عناية خاصة جدا بسبب شعره الطويل حتى تبقيه برونقه وجماله وتحافظ أيضا على حيوية الكلب ونشاطه فيجب تمشيط هذا الشعر على الأقل أسبوعيا مع الاستحمام وهذا أضرر شيء حتى تحافظ على كلبك نظيفا دائما ميزة أخرى يتميز بها هذا الكلب الرائع وهو إمكانيته في التعايش في كل المناخين البارد والحال البوردل كوري يحتل مكانة متقدمة جدا لدى الأطفال عن باقي الحيوانات الأليفة وكما سبق الذكر فنشاطه وحيويته يساعدهما على التربع في تلك المكانة والحفاظ عليها بجانب وسامته يحب جدا الإختلاط بالحيوانات الأليفة الأخرى ويفضل أن يكون من الجنس الآخر ولكن لا ينصح بأن يتم خلطه في بدي حياته الشبابية بالحيوانات الصغيرة الأضعف منه حتى لا تتغلب طبيعته الحيوانية عليه ويذي الأضعف منه كحيوان مرهق كالبراع الأسترالي كالبراع الأسترالي هو واحد من السلالات الأكثر ذكاء ويمكن تدريب هذه الأنواع من الكلاب للقيام فقط بأي مهمة توضع أمامه وليس هناك حاجة إلى يد قوية لتدريب هذه السلالة واستخدام التعزيز الإيجابي يعمل على ما يرام وهذه السلالة تتعلم بسرعة السلوكيات التي تكافأ عليها باستمرار مع الثناء أو كعلاج صغير ويجب أن يبدأ تدريب كالبراع الأسترالي في وقت مبكر لأن غريزة الرعي يمكن أن تتسبب في الكثير من الفوضى عند هذه الكلاب كلبراع الأسترالي يتوق لمرافقة البشر ويحب أن يكون مشمولين في كل نشاط عائلي والوجه الآخر لهذا الكلب يمكن أن يكون قلقا وينبح باستمرار والتدريب المبكر والكثير من التمارين والنشاط العقلي يمكن أن يمنع هذه المشاكل من التطور كلب المراع الأسترالي هو كلب من كلاب الرعي موضنه الأصي في أستراليا وهو ناتج عن تهجين من الكلب الأسترالي القادم من إنجلترا يتميز كلب المراع الأسترالي بمستوى عالي من الذكاء والطاقة الاستقلالية ويستجيب بشكل جيد للتدريب المنظم ويستجيب بشكل جيد للتدريب المنظم يرتبط بشكل قوي مع صاحبه ويحمي ممتلكاته يتعرض لبعض المشاكل الصحية الناتجة من التوريث مثل الصمام والعامة يظهر كلب المراع الأسترالي بشكل قوي لانتلاكه عضلات بحجم مضغط مما يعطي انطباعا بالمرونة والقوة يمتلك جمجمة عريضة ومسطحة بشكل واضح بين العينين في الأخير نرجو يا أحباء المشاهدين قد تكونوا قد استمتعتم بفيديو اليوم لا تنسونا دائما بالاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد أترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته